السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع القلم وأهمية خلق الله عز وجل بيده أربعة أشياء وهما آدم والعرش والقلم وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان خلق الله ثلاثة أقلام واحد الكلم الأول خلقه الله بيده وأمره أن يكتب مكادير كل شيء إنه كلم من نور طوله ما بين السماء والأرض أقسم الله بالكلم وذكره في كتابه قال تعالى نون والقلم وما يسطرون كتب الله به الذكر وأمره أن يكتب مكادير كل شيء فكتب ما يكون إلى يوم القيامة وحفظها في اللوح المحفوظ وفي اللوح المحفوظ كل سنن الحياة وماذا سيحدث في الكون منذ خلقه حتى نهايته ومن حكم الكتابة في اللوح المحفوظ هو تعليم الخلق الكتابة والتدوين فالخالق المتصف بصفات الكمال والجلال والمنزه عن الخطأ والنسيان قد كتب علمه ودونه فالإنسان صاحب الخطأ والنسيان عليه بالكتابة ثنين القلم الثاني هو أقلام الملائكة الحفظة جعلها الله بأيديهم يكتبوا بها أعمال الإنسان قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون القلم الثالث هو أقلام الناس والمحبرة جعلها الله بأيديهم ليكتبوا كلامهم والعلوم والمعرفة والأشياء المهمة هذا القلم إنه من اختراع البشر وابتكاراتهم وكلها من خلق الله تعالى علم الله الإنسان الخط والكتاب بالقلم وتدوين العلوم والمعارف والأشياء المهمة في حياتنا إن الكراءة والكتابة دلالة على كرم الله وفضله قال تعالى علم بالقلم فجعل الله القلم وسيلة للعلم نكتب به ما هو مفيد من العلوم والمعرفة ونتق الله ما نكتبه إدريس هو أول من استخدم وكتب بالقلم رسم قوائد المدن وما زال القلم من أهم وأعمق أدوات التعليم والمعرفة والثقافة والنجاح وتفتح العقول فهو نعم من الله يجب شكره عليها فالإنسان بالقلم والكتابة يتفاهم مع غيره ويعرف أخبار الماضي وأحوالهم في عصرنا الحاضر توجد نعمة لوحة المفاتيح في الحاسوب فهي نعمة من الله قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر